معنا من تونس كبير الباحثين في المركز المغربي للأعلام ودراسات عز الدين عقيل أهلا وسهلا بك أستاذ عز الدين يعني اليوم نتابع كل هذه الجهود المبذولة منذ الساعات الأولى لهذا الفيضان لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه كيف تقيمون كل العملية الحاصلة حتى الساعة خاصة إذا ما تحدثنا بداية عن تكاتف الليبيين في الشرق والغرب تحياتي لك يا أختي الكريمة وكذلك للسادة متابعيكم الحقيقة هذا التكاتف ربما يكون على المستوى الشعبي أكثر منه على المستوى الرسمي أعتقد أن الدولة في حالة ارتباك شديد بسبب الازدواج الحكومي وبسبب اعتماد كل منهم على الأخرى في انتخاذ خطوات كل منهم كان يفترض أن الحكومة الأخرى هي التي كان يجب أن تقوم بهذه الخطوات واعتقد أن تم ترتبات كما قلت وتم تفقدان كبير لقواعد البيانات نحن لا نعرف عدد القتلى حتى الآن ولا نعرف الميكانيزم التي حصلت حتى وقع كل هذا الدمار لا نعرف كيف فرضت بعض السلطات هناك حضر التجول بوقت يجب أن توفر فيه حتى وسائل المواصلات لمساعدة الناس على الهروب من الأماكن التي كانت معارضة للتضرر الأكثر نحن لا نعرف أين كانت هتين الحكومتين في الفترة التي كانت أو الفاصلة ما بين الدمار الذي أحدثه هذا الإعصار في اليونان والدمار الذي أحدثه في ليبيا خاصة أن حتى رواد الفيسبوك من المواطنين العاديين كانوا يعرفون تماما أن الكارثة كانت قادمة إلينا لماذا لم يكن هناك اجتماع حكومي لماذا لم تكن هناك اتصالات بالجهات التي تعودت أو مرت بتجربة هذه الكوارثة ما علي مجلس النواب ما برأيك أبرز ما يمكن أن يرشح عنه سيرشح عنه أعتقد مزيدا من الفشل ومزيد من الهرطقة قد مات من مات الآن ومحيت مناطق بشكل كامل وفقدنا سدودا كان يمكن أن تكون مأوا وملاذا لنا حتى في جمع الثروة المائية والحفاظ عليها الآن مات من مات وقتل من قتل وضع من ضع فما معنى أن يجتمع مجلس النواب إذا كانوا سيتحدثون عن مساعدات مالية ستقدم للناس حتى هذه أعتقد إذا ما أقروها فعلا سوف يفترسها الفساد سوف لن تصل للناس إلا الفتات بينما يحصل الحيتان ويحصل أرباب الفساد الرجيم على الحصة الأكبر من هذه المساعدات وسوف نجد أنفسنا بعد بضعة شهور والناس تصرق هنا وهناك ولم يصلها شيء من هذه المساعدات هل يمكن أن يتغير أستاذ عز الدين أمام هذه الكارثة الوطنية لأنه حقيقة ما نسمعه منذ اليوم الأول أو حتى مع بدء ساعات النهار والتكشف عن حجم هذه الكارثة الوطنية يعني هناك حديث أنه ربما نكون أمام متغيرات حتى لو على المستوى السياسي يعني الشعب الليبي موحد ولكن ربما ستنعكس أيضا على الوضع السياسي لا أختي هذا تصطيح شديد ليست هناك دولة هي نموذج لدولة النزاع المسلح تمت حل مشكلتها لأنها مرت بمحنة كل الشعوب التي مرت بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة مرت بكوارد تقريبا إفغانستان مرت بعشرات الكوارد وهي في حالة الحرب أيضا سيرليون مرت بكوارد أيضا العراق دول كثيرة ليست هذه هي الألية لحل الإشكال في دولة النزاع المسلح واستعادة سيادتها وهيبتها تمت منهجية موحدة لا ثانية لها أبدا 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 استخدمت وجربت في عشرات التجارب للدولة نموذج دولة النزاع المسلح ونجحت نجاح من معقول في إعادة استقرار البلاد وهي جمع أمراء الحرب حول مائد للتفاوض من أجل حل الخلافات بينهم والوصول إلى آليات محددة لنزع السلاح وتفكيك الميليشيات وإعادة هيكلة الموسطة العسكرية والشرطية ولكن لبالغ الأسف الدول الغربية المتصارعة على ليبيا لا زالت تمنع هذه الخطوة لأنها تريد استمرار حالة الفوضى حتى تستطيع أن تتبين مصالحها من مصالح الآخرين وبالتالي ليست بهذه الطريقة ولا بالانتخابات ولا بتكاتف الناس خاصة أن المجتمعات لها ذاكرة السمك قريبا جدا سوف ينسى الناس هذه الأهوال وسوف يعود الأجانب من جديد ليزرعون الفتن بيننا ولا أعتقد أن تم حل سياسي يمكن أن يحصل نتيجة حدود هذه الكارثة الكبيرة لأن القرار برمته هو تقريبا بأيدي الأجانب والأجانب لازالوا لم يقرروا بعد أن تعود البلاد لاستقرارها أنت تعرف من أيام السراج من يضع الحكومة هم الإنجلوسكسون هم الذين جمعوا لوبي في الصخيرات جابوا به السراج ثم جمعوا لوبي في جينيف جابوا به الدبيبة ممنوع أصلا على مجلس النواب بس جهة الشرعية والتي لها الحق في إنتاج الحكومات أن تنتج حكومة وانت شفت كيف حكومة التني سحب منها الاعتراف أيضا السراج لم يعترف به مجلس النواب واصل وأكمل الخمس سنوات دون أن يتأثر أو يتأدى أيضا الدبيبة رغم أن مجلس النواب سحب منه الثقاء إلا أنه مستمر وهو يستمر وبالتالي القرارات السياسية هي بأيدي أجنبية البلاد تحت الوصاية وهؤلاء نعتقد أنهم قد وصلوا بعد إلى قرار بإعادة استقرار البلاد وبالتالي لا أظن أن هذه الأزمة سوف تكون لها أي أهبية في الاتجاه السياسي خاصة أن كل الأطراف السياسية هي محكومة بخوة أجنبية هي التي تأمرها وهي التي تواجهها شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من تونس كبير الباحثين في المركز المغربي للإعلام والدراسات عز الدين عقيل شكرا جزيلا لك